اشتركوا في القناة من طرف مؤسسة محمد بصير للدراسات والبحاث والإعلام تحت شعار التشرع الرباني وقضايا المرأة في ضوء التحديات المعاصرة ومن الداخل نرصد لحملة طبية متعددة التخصصات بإشرافه من طاقم طبي أمريكي ومن العيون نتابع انتلاق فعالية برنامج متطوع مبادرة تالف إلى توفير فرص تطوع لجميع الشباب المغربية وفي النشرة أيضا وضمن فعالية أسبوع لجمال بيغريم مساكنة تستمتع يوميا بعروض فانية فولغلورية وشعبية تنهل من غناء وتنوع الروافذ الثقافية لودننا أهلا بكم ولتفاصيل بعث صاحب الجلال الملك محمد بن السادس برقية تعزي ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثرى وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني في أخبار الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها أمس جارة إسبانيا تصدر الحزب الشعبي الإسباني نتائج هذه الانتخابات العامة يريه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بفارق بسيط مرسلة لحميد بن حسن تمكن الحزب الشعبي المعارض بزعامة ألبيرتون يفيخو من الفوز بالانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا أمس الأحد متقدما على غارمه التقليدي الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيث لكن فوز المحافظين لن يكون كافيا لتشكيل حكومة جديدة كما يؤكد ذلك الخبراء والمحللون عاد بيدرو سانشيث ليظهر قدرة كبيرة ومذهلة على الصمود خلال الأسبوع الأخير لم يذخر جهدا وسجل صعودا في تنبؤات التصويت والتقديرات كان التخوف في البداية هو التصويت المضاد لكن الأمور في النهاية صارت بشكل جيد بيدرو سانشيث رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته حرم تحالف الأحزاب اليمينية من فوز محقق وأفسد عليها فرحة الفوز بالانتخابات البلدية والإقليمية التي أجريت في الثامن والعشرين من شهر ماي الماضي بإعلانه عن انتخابات تشريعية مبكرة كما تمكن من هزيمة مراكز استطلاعات الرأي التي كانت تتوقع نهاية مسيرته السياسية بهزيمة قاسية في انتخابات أمس لكن سانشيث أثبت أنه قادر على قلب المعادلات السياسية لصالحه السيناريو الآخر الممكن هو حكومة يمينية لكن هذا لا يبدو واقعيا فالشرك الوحيد لدى الحزب الشعبي هو حزب فوكس وفوكس تمت فرملته وهذا شيء مهم جدا أن يتم من جديد إيقاف هذا الطيار الرجعي واليمين المتطرف المتعصب وغير ذلك لا يجب أن ننسى أن فوكس مني بهزيمة تتمثل في فقدان 19 مقعدا النتائج التي تم الإعلان عنها وإن حالت دون عودة اليمين لحكم البلاد فإنها لم تجعل مهمة الحزب الاشتراكي في تشكيل حكومة يسارية جديدة سهلة على الإطلاق فخطوة وصول سانشيث لقاصر مونكلو هذه المرة تبدأ بفتح النقاش والتفاوض مع عدد كبير من الأحزاب اليسارية والقومية بهدف الحصول على دعمها لتشكيل الحكومة وهي المهمة التي أكدت هذه الأحزاب أنها لن تكون دون مقابل ما يشير إلى أنها ستضع شروطا قد لا يتمكن المرشح الاشتراكي من تلبيتها ببني عياط بإقليم الزلال وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلد الملك محمد سادس نصره الله انطلقت صباح اليوم أشغال الندوة العلمية الدولية المنظمة من طرف مؤسسة محمد بصيل للدراسات والبحاث والإعلام تحت شعار التشريع الرباني وقضايا المرأة في ضوء التحديات المعاصرة وتنظم هذه الندوة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتفاضة سيد محمد بصير التاريخية بالعيون وحضرها وارجيات بني ملال خنفرة وعامل وقيمة الزلال وشوخ وعيان القبائل الصحراوية وممثل الزاوية البصيرية من هناك نتابع تغطية محمد المصطفى خياء ملود بمليك شكيب إخلف ومحسن نصر الدين وسط مشاركة متميزة لوفودة تمثل عديد مناطق المملكة تنطلق صباح اليوم هنا بابنعيات بإقليم أزلال الندوة العلمية الدولية لمؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام والتي ركزت على موضوع التشريع الرباني وقضايا المرأة في ضوء التحديات المعاصرة المتدخلون صلتوا الضوء على قضايا عدة منها واقع المرأة في الإسلام وعلاقتها بالرجل في التشريع الرباني ومعاناة النساء بمخيمات تندوف وسط انتهاكات جسيمة لحقوقهن هناك ودعوة للمنتظم الدولي للتدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع المأساوية ومميز أيضا ندوة اليوم هنا بابنعيات بإقليم أزلال تأكد المشاركين على دعمهم القوي لخطى جلالة الملك محمد السادس حفظ الله الدائم هو المؤيد لكافة القضايا الوطنية وأول هو قضية الصحراء المغربية عبر تقديم مقترح للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية اتخذت زاوية البصيرية شعارا لهذه الندوة تتميما للندوة السابقة لسنة الماضية التي كان فيها دور الشباب وتتميما لجمع شتات الأسرة المغربية المحافظة ذات المرجعية الدينية وما يحمله الدستور المغربي للمرجعية الإسلامية الدينية ونظرا لجمع شتات كما قلنا الأسرة المغربية اتخذنا شعار التشريع الرباني والقضايا المعاصرة للمرأة شارك فيها عدد من العلماء من مختلف البلدان الإسلامية والعربية وعلى رأسهم ووفدنا الصحراوي الذين جاءوا للمشاركة في هذه الندوة وتأييد المرأة على أساس التشريعات التي يتبناها المغرب ولتدافع عن المرأة في إطار التشريع الإسلامي وكذلك لتحرر المرأة التي تعاني في المخيمات الصحراوية وخصوصا في تندوف كانت مداخلتي في مشاركة المرأة وفي نفس الوقت معاناة المرأة وتكلمت عن بما نتمتعون نحن هنا فيه من الحمد لله الحريات والحقوق التي أعطى جلالة الملك للمرأة المغربية التي تتمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي خلقه ألاف من النساء من الصحراويات المغربيات في مخيمات تندوف ما زالوا يعانوا من أبسط الحقوق اللي يعانوا من لا ديسكريميناسيون اللي يعانوا من انتهاكات حقوق الإنسان اللي يعانوا إثماني وعربعين سنة من التشتت العائلي من انتهاكات حقوق الإنسان من طرف قياة البوليزاريو حادث الاختفاء القصري للمحتفى به سنويا دمن هذه الندوة العلمية سيد محمد بصير نال أيضا النصيب الأكبر خلال أنشطة اليوم ودعوة صريحة لإسبانيا بدرورة فك لغزي اختطاف سيد محمد بصير وهو الرجل الوطني الذي كافح ضد الاستعمار الإسبانية مدافعا عن وحدة ترابه المغرب نظمت مؤسسة محمد بصير لإبحاث والدراسات والإعلام هذه الندوة العلمية الدولية تخليدا لذكرى انتفاضة المناضل والمقاوم الوطني سيد محمد بصير سنة 1970 بالعيون ضد الاستعمار الإسباني هذه الندوة اليوم نظمناها للتذكير بقضيته أولا وباختفائه القصري ولمطالبة دولة إسبانيا بالاعتراف وديا ودون تبعات الاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الاختفاء وأن الأسرة تود حل هذا المشكل وديا مدامت قد اعترفت بنجاعة الحكم الداتي كحل للقضية النزاع المفتعلة حول الصحراء المغربية ككل سنة ننظم هذا اللقاء باختيار موضوع راهني مهم يهم المواطن المغربي ويهم الأمة المغربية عرفت هذه الندوة المباركة حضورا متميزا من مجموعة من القبائل من المناطق الجنوبية بالصحراء المغربية وتميزت بتنوع المداخلات وبحضور قوي لأبناء المناطق الجنوبية وكذلك المشاركة المتميزة وفيها كذلك ربط لصلة الرحم بين الشمال والجنوب قارب الموضوع مجموعة من المتدخلين الفضلاء من العلماء والأساتذة والذكاترة من الجانب الديني ومن الجانب الاجتماعي ومن الجانب حضور المرأة المغربية في مجموعة من المحطات ولا شك ولا ريب على أن مثل هذه الندوات هي تؤصل للتشريع الرباني تؤصل لعلاقة المرأة ومكانة المرأة في المجتمع وما ميز أنشطة اليوم من هذه الندوة العلمية تكريم المتفوقين والمتفوقات من تلاميذ المدرسة البصيرية دمن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة نظير جهدهم في الشأن التعليمية انتحقت بمدرسة الشيخ سيد إبراهيم الباصير الخاصة للتعليم العاتيق سنة 2013-2014 ولله الحمد تمكنتم من حفظ القرآن الكريم فيها حفظا تاما وكذلك حفظ مجموعة من الموتون والحصول على شهادة الابتداء ثم شهادة الاعداد وفي هذه السنة وفقني الله لحصولي على شهادة الباكالوريا أنا فرحانة بزاف حيث حصلت على شهادة الباكالوريا وبميزة زوينة يعني ميزة حسن ولازالت أنشطة الندوة العلمية لمؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام متواصلة يوم الغد حيث يرتقب أن تحتضن القاعة الشرفية لعملة قريم الزلالة مجموعة من الأنشطة المخلدة لهذه الفعاليات في موضوع آخر وفي شأن البرلماني شكلت قطاعات إصلاح الإدارة والتربية الوطنية محاورة تدخلات نواب برلمانيين عن الأقالم الجنوبية وذلك ضمن أجلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب لحفظ كرامة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة نسائلكم سيدة الوزيرة عن الإجراءات المتخدة المرسوم رقم 17265 تاريخ 2017 متعلق بتحديد كيفية تلقي ملاحظات المرتفقين والشكايات البوابة الشكايا.ma لتسهيل عملية تلقي الشكايات والمعالجات اليوم نحاول فيها جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات التربية كان أيضا مجموعة برامج الإصلاح لكينين بحال ميتاق لا تمركز الإداري للحكومة تقوم اليوم بتسريع تنزيل ديالو كان ورش تبسيط ورقمنة مساطر الإدارية بحيث تعملو بشكل مستمر على تبسيط ورقمنة عدة مسارات إدارية منها مسارات المستمر ومسارات المرتفق بصفة عامة سيد الوزير مربيات تعليم الأول بجهة العيون ساقية الحمرة يعيشنا وضعا غير لائق في فترة التكوين الفضاء غير مؤهل والتوقيت غير متناسب مدة التكوين عشرة أشهر يعني بمعدل ثمان ساعات في اليوم لذا نرجو تدخلك سيد الوزير لحل هذه الإشكالية وبشكل العام سيد الوزير بات من اللازم مأسسة التعليم الأولي وعدم اعتباره خارج النظام التعليمي الرسمي أنا بريت نأكد بأن التعليم الأولي راضها خلف النظام التعليمي ديال الدولة تفويد ديالتدبير ديالو متيانيش ما تنتكلفوش بهم متيانيش بالعناية ديالدولة متيانيش بأن الدولة تتلعب دور ديالها لف استراتيجية ولف تقييم ولف المتابعة ديال هذي بكل جدية ضرورية وهناك مشاكل نحن وعين بأن كين موجودة مع بعض الجمعيات وهذا طبيعي لأن احنا مزال في واحد المصار ديالتعميم وهذه المشاكل نحن مستعدين باش ننحلوها تدريجيا محليا تيتم تقييم ديالهذه الجمعيات شكرا شكرا ننوي بالمجهودات التي بذلتها الحكومة في خلق مؤسسات بعثات أجنبية في الأقاليم الجنوبية وخصوصا العيون الداخلة ولكن سيد الوزير هذه البعثات منذ نشأتها تقريبا منذ ما يزيد على عشر سنوات مجهود دارت وكالة الجنوب مشكورة والوزارة السابقة ليس هناك تتبع وليست هناك شراكات مع الأكاديمية التربية والتكوين المفروض أن مؤسسات البعثات الأجنبية انفتح لمحيطها هي في أقاليم جنوبية وخاص تلاميذ يدروا زيارات ديال المؤسسات العمومية ويشوفوا الواقع ديال الدراسة في المدارس العمومية للأسف أن هناك محيط مغلق بغينا كذلك أن البرامج ديال خصوصا ديال التاريخ الجغرافية والعربية يكون مراقبة ديال الوزارة أنا لاحظت أن البرامج ديالهم ناقصة من حيث التاريخ ومن حيث التاريخ استرجاع الأقاليم الجنوبية والمجهودات لإدارة الحكومة في الأقاليم الجنوبية ومشاريع التنمية اللي كينا في الأقاليم الجنوبية وخاصهم يزوروا الأوراش الكبرى لأن اليوم دابا الميسيون فرانسيس غادي تكون فيها السنة القادمة يكون فيها الباك والأسف الباك باقي التلاميذ ما عندهم مش معلومات على تاريخ المنطقة بالخصوص بغينا السيد الوزير مجهود كبير تديروا الوزارة وأكاديمية التربية والتكوين في إطار شراكات مع هذه البعثات لينفتاح المؤسسات على محيطها وكذا أن التلاميذ يستفدوا من التجربة ويشوفوا تاريخ المنطقة وتاريخ الأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها وشكرا هناك جانب متعلق بالتدريس اللغة العربية والتدريس التاريخ والجوارفية وهذا الجانب دخل في الاتفاقيات ونحرص التطبيق لكي يحترموا مضمون هذه الاتفاقيات ثانيا هناك جانب بعض السلوكات التي في نفس الوقت ثانيا حربوا هذه السلوكات يكون مراقبة جدية محلية باش يكون أيضا بعد أحيان تحذير بحضان أخذ إجراءات عقوبية التي هي ضرورية ثالثا من طبيعة الحال نعتبر بأن هذه المؤسسات تشتغل مع المؤسسات الأخرى التي موجودة في المنطقة وهذا ما يكون غير عنده أثر إيجابي على كل تلاميذ شكرا نرحل جنوبا إلى خليج وادي الذهب حيث ترعص وليجات الداخل وادي الذهب أشغال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم وادي الذهب والتي صدقت على عدد من المشاريع التي تهم النهوضة بشباب وفي المتابع بكردليمي ومحمد يدس صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم وادي الذهب خلال هذا الاجتماع على عدد من المشاريع الاقتصادية المقترحة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك ضمن أربعة برامج تهم دعم الأشخاص في وضعية هشاشة برنامج تدارك الخصاص وبرنامج الأجيال الساعدة بالإضافة إلى برنامج دعم ريادة الأعمال أهمت المصادقة على عدة مشاريع أهمت مختلف برامج المبادرة للتنمية البشرية وأخص بالذكر برنامج تدارك الخصاص وكذلك مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إضافة إلى برنامج الثالث اللي كان هو المحور الأساسي واللي تمت من خلاله المصادقة على 46 مشروع لمختلف فئات شبابية واللي من خلالها الشباب سيتمكن من إحداث مشاريع اللي ترجع عليه بالخير وخلق دخل القار إن شاء الله بخصوص البرنامج الرابع اللي هو المتعلق بالأجيال الصاعدة تمت كذلك المصادقة على عدة مشاريع من بينها التعليم الأولي وكذلك الدعم المدرسي تهدف هذه المشاريع إلى تحسين فرص الشغل بالنسبة للشباب حاملية الأفكار والمشاريع المسجلين ضمن منصة شباب بإقليم وادية الذهب والاستفادة من التكوين والمواكبة والارتقاء بهذه الأفكار إلى مستوى أعلى من خلال إنشاء المقاولات الناشئة الخاصة بهم اليوم نحن نحضره في اللجنة الإقليمية التنمية البشرية التي ترقصها لصاحب الجلالة على جهة الدخلة والذهب اليوم الحمد لله العمل منصة الشباب توجه في هذا الاجتماع هذا والحمد لله تمت المصادقة على 46 مشروع اللي غد يتمولوا الشباب الإقليم الشباب الإقليم اللي بطبيعة الحال في مجموعة من مشاريع خدمات فيها مشاريع اللي غد يكونوا فيها إن شاء الله من توجهات اللي غد تحاول أنها تدفع بالداخلها وتحاول أنها تزيد قيمة مضافة إن شاء الله لهذا الإقليم هذا تم اليوم العقدة اللجنة الإقليمية اللي كترأسها سيد الولي بإقليم ودي الدهب وذلك اللجنة هذه اللي كتهمة مجموعة للمشاريع اللي تمت المسادقة عليهم من بين هذه المشاريع هو تحسين الدخل لدى الشباب وكذلك امتصاص البطالة بحيث أنها تم تمويل واحد مجموعة للمشاريع اللي هي من الباطئة من المجموعة من الشباب كذلك تم تدارك الخصاص بتأهيل بنية تحتية اللي كتهمة التعليم الأولي وذلك بشراكة مع قطاع الشباب بجهة الداخلة وددها تطمح المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى تطوير الرأس مال البشري للساكنة من خلال تعبئة الموارد الضرورية وتحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات الشركاء بهدفها الرفعي من أثر البرامج المنجزة وذلك من خلال التركيز على تطوير الرأس مال البشري والنهوض بالأوضاع للأجيال الصاعدة وتحسين الدخل الاجتماعي والإجتماعي وكما أشعرنا إلى ذلك في العنوين نظمت كل من جمعية بول تشيستر وجمعية بلوم حملة طبية متعددة التخصصات بمدينتي الداخلة تسعى إلى أجراء 120 عملية جراحية وذلك بكل من مدينتي الداخلة وجمعة بيرغندوز بإقليم أوسرد وذلك احتفالا بذكرى عيد العرشي المجيد تحت إشراف ولاية جهة الداخلة وذي الذهب بكر حوالي حوالي 120 عملية جراحية سيجرها هذا الفريق الطبي الأمريكي بمدينة الداخلة ضمن هذه القافلة الطبية متعددة لاختصاصات والتي سيستفيد منها عدد كبير من ساكنة المدينة ضمن مجموعة من الخدمات الصحية من بينها استشارات طبية عامة وأخرى طبية متقصصة شرف كبير اللي نحن نكون في الداخلة 120 عملية جراحية في الداخلة وزيد على ذلك الكارفان ميديكال إن شاء الله في أوسرد منطقة أوسرد في القرقارات في الحدود المغربية وفي بيرغندوز بيرغندوز هذا كل شيء بالبارتوناريا ومساعدة الأطباء الأكفاء الكوف المغاربة وبطبيعة الحال مع أصدقائنا وأحبائنا الأطباء الأمريكان المتخصصين كان لدينا تنسيق قبلي مع طاقم المستشفى من أجل إجراء عدد من العمليات الجراحية والفحوصات الطبية هنا بمدينة الداخلة نحن كطاقم طبي جد فخورون بتقديم الدعم الطبي وتتبع حالات المرضى نقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية وفي عدد من التخصصات الطبية وشملت عدد كبير من المرضى الذين كانوا يعانون من عدد من الإشكالية الصحية ونحن سعداء بالتواجد بمدينة الداخل قمنا بإجراء تدخلات جراحية شملت عدد تخصصات لعدد من الفئات العمرية تهدف هذه القافلة إلى توفير الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية وكذا تطوير العرض الصحي خصوصا في العالم القاروي إذ ستتوجه هذه القافلة خلال الأيام القادمة إلى منطقة بيرغندوز والمركز الحدودي القرقلات هذا وتعبى لإنجاح هذه القافلة الطبية عدد من الأطور الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية لمستشفى الحسن الثاني بالداخل اليوم كي كتشوفوا معنا الحمد لله كنشهدوا على واحد العملية ولا واحد من القافلة جراحية اللي كتم بيت نسيق مع جمعية بولشيستر الأمريكية وبتدخل من العديد من المتدخلين على الشأن المحلي ولا مركزي وهذه العملية جراحية كتستهدف واحد المئة شخص إنهم أطفال ونساء اللي إن شاء الله سيتمتد على مدة خمسة أيام هذه الحملة وكتجي هذه الحملة تكميلية المجودة اللي كتقوم بها وزارة صحة من أجل انتصاص لائحة الانتظار اللي كتهم ما هو جراحي تسعى هذه الحملة الطبية إلى تقديم ستمائة استشارة طبية في طب الأسنان وتوزيع الأدوات بالإضافة إلى حوالي ألف استشارة طبية أخرى وفحوصات طبية في كل من مدينة الداخل ومركز بيرغاندوز والتبرع بلوازم ومعدات طبية بعد الاستعمال في تدخلات الجراحية في طب النساء التوليد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة والتجميل وإعادة التشكيل جمعية بول تشيستر وبلوم الأمريكيتين وخلال حفل منظم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال بالداخل قدم دعماً إنسانياً خيرياً تمثلاً في إعطاء الانطلقة لعملية بناء قاعة رياضية بالإضافة إلى توزيع عدد من الأدوات والألبسة على نزلاء دار الأطفال بكارد ليمي ومحمد إداس أعضاء جمعيتين تشيستر وبلوم الخيريتين الأمريكيتين يتسابقون بالداخل من أجل العملية الخيري والمبادرة الإنسانية وذلك من خلال إعطاء الانطلاقة لعملية بناء قاعة لفنوني الدفاع عن النفس وإنشاء حديقة الألعاب مزدوجة بمعدات للترفيه واللياقة البدنية وذلك ضمن التعاون المغربي الأمريكي الذي تعمل عليه الجمعيات المدنية الأمريكية اليوم نثمن المبادرة الاجتماعية والإنسانية التي نباشرها بمعاية الجمعيات التالية الجمعية بولشستر، بلوم شاريتي وفلونتيري ماركو تزامن مع الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد والمتجلية في بناء قاعة للفنون الرياضة تجهيز حديقة للعاب المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية الإسلامية وأنشطتها الموازية وهذا العمل الإنساني يدخل في دخل الصرور لأبناء هذه المؤسسة واللي لا يخفى عليكم المجال الإنساني اللي عادت الحمد لله الناس تتسابق له وإحنا في بلوم كنقوم بإنشاء حدائق وفضاءات للعب الأطفال كتكون مجهزة لأننا كنأمنوا أن أفضل طريقة والأفضل وسيلة باش نحافظوا على الصحة للأطفال هي أننا نحوم الحق في اللاعب والحمد لله منذ 2017 صدعنا أننا نقوم بشي 12 مشروع في الدور أيتام مغربية بتكلفة مليون دولار أمريكي الدعم الأمريكي لهذه الجمعيات لم يتوقف عند هذا الحد بل شاملة تجديد مجموعة المرافق بدار الأطفال بالداخل بالإضافة إلى توزيع عدد من الألبس والأدوات الرياضية والمكاتب والكراسي والأوازم الطبخ والأجهزة لدار الأطفال نتواجد هنا بمدينة الداخل لتقديم عدد من المساعدات الخيرية لنزلاء هذا المركز هي عبارة عن ملابس وأغطية وكذا كتب خاصة بالمكتبة سنعمل مع عدد من الفنانين لإنجاز جداريات وأعمال فنية ومشاريع أخرى من أجل المساهمة في خلق بيئة مناسبة لنزلاء هذا المركز تمكنهم من الإبداع وتشجعهم على المثابرة والإجدهاد مبادرة إنسانية نبيلة تجسد عمق التعاون المغربي الأمريكي بمدينة الداخل ضمن سلسلة أعمال خيرية يقودها المجتمع المدني الأمريكي من خلال جمعيات ذات صيت عالمي في مجال دعم ومساندة الأطفال والجمعيات التي تأويهم بالعيون نظمت فعالية برنامج متطوع الذي يعد بمثابة مبادرة تهدف إلى توفير فرص تطوع لجميع الشباب المغربي وهي سادف البرنامج الوطني لتطوع متطوعي الشابات والشبان الذين تتروح أعمارهم بين 18 و22 عاما بدون تميز تفاصيله في متابعات محمد من القرح والمختار خيام تعزيز المشاركة المواطنة للشباب وتحفيز التفكير النقلي لديهم وتقوية شعورهم بالانتماء للوطن غايات سطرها برنامج التطوع عبر تطوير المعرفة والاستقلالية والتنشئة الاجتماعية والالتزام لدى الشباب هذا البرنامج الذي يأتي في إطار ثمر التعاون وثيق مع المتدخلين في مشاريع اليقظة المدنية والمواطنة والممارسة المواطنة الهدف منه أصلا تعزيز المشاركة المواطنة للشباب وتحفيز التفكير النقدي لديهم وتقوية شعورهم بالانتماء البرنامج سيمتد لسبعة أيام في إطار لقاءات مواطنة وتتلوه إن شاء الله مدة تدريب ميداني لفائد المتدربين من فاتح غشت إلى 14 غشت اللقاء كان فرصة لنبش أن نشرح للشباب تدخلات المبادرة وبرامجها ونعرفهم خاصة بالبرنامج الثالث اللي هو برنامج تحسين الداخل الإدماج الاقتصادي للشباب اللي يستهدف هذه الفئة بالضبط من خلال مشاريع لتساعد في إدماج هذه الشباب في سوق الشغل وتهدف هذه التجربة التي تستهدف الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 سنة بدون تمييز منح الشباب فرصا للتنمية الذاتية والمساهمة الاجتماعية وخبرة أولية في الحياة العملية وتقوية الشعور في الانتماء للوطن عبر التوعية بتاريخ المغرب وثقافته وقيمه فضلا عن المشاركة في الأنشطة المجتمعية ودازت الحمد لله هذه الندوة الصباح في دوراف جيدة جدا حيث أن الأطر اللي جاء أطرنا هذه الندوة الصباحية دازت تفسرنا جميع تخصصات دي المبادرة الوطنية التنمية البشارية وشرحونا بشكل مبسط على التخصصات دي المبادرة وكيفية الاستفادة من هاد المشاريع وسبو الدعم جميع الحيتيات استفدنا بزاف من اللقاء التواصلي اللي كان اليوم كان نطمحه في الاستفادة أكثر باش ننمو قدراتنا بصفة عامة اليوم جينا من مختلف الأقاليم الجهة جهة العيون الساقي الحمرة اليوم كان افتتاح ذي البرنامج استفدنا منه ياسر من المسائل عرفنا أن الشابب عنده دور كبير في تغيير المجتمع عنده مشاركة في ياسر المسائل يروم برنامج التطوع تعزيز الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بما يتماشى مع هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة والحد من الفوارق وتعزيز التنوع والشمول بما يخدم أهداف التنمية المستدامة فضاء ودنون إرث حضاري وفرص واعدة لتنمية والتعاون الأورو إفريقي موضوع الندوة الفكرية المنظمة بيقليميم على هامش فعاليات مهرجان أسبوع الجمل بتنصيق مع جمعية أستاذات وأساتذة مادة الاجتماعيات محاور الندوة في متابعة حفظ محدار وعبد الرحيم حاجي وكذا محمود الشراكي باحثون ومهتمون وأكاديميون نشطوا محاور هذه الندوة الفكرية التي صلطت الضوء على الإرث التاريخي والحضاري وتنوع روافد ثقافية لمجال ودنونة وسبول استثمار هذا الزخم وتثمنه في الرؤية الترموية للمنطقة تعلمون جميعا أن مجال ودنونة هو مجال يتوفر على مؤهدات جغرافية ومؤهدات تاريخ ومؤهدات ثقافية يحاول البحثين اليوم استثمار هذه المؤهدات من أجل صياغة مشروع تنموي والمساهمة في جعل هذه المنطقة هي منطقة استثنائية وباعتبارها من فضاءات المغربية التي تستحق مزيد من الدراسة والتنقيب الكتابة والبحث العلمي حول مجال الصحراء عموما ومجال ودنون وصلوا المستوى معين من التاركم ونحن في حاجة إلى تثمين هذا التاركم في سياق دراسات أكثر شمولية تتيح تملك هذا المجال الجغرافيا واقتصاديا في أفقه استكلاه وتعرف على الإمكانيات التي يتيحها كبجال في بلورة سياسات تنموية حقيقية المتدخلون أبرز وهمية مجال ودنونة كفضاء لتلاقح عديد الثقافات الحسانية منها والأمازيغية وكذا العبرية ناسيجون ساهم في إذراء دينامية المجتمع الوادروني الذي انفتح على روافد المتعددة بفعل عامل الهجرة مداخلت حول الهجرة كتاريخ اجتماعي راهن يستلزم إحياء الذاكرات الفردي والجماعية لأربع إجيال الهجرة التي ساهمت بأدوار طلائعية على مستوى المنطقة في مجال التنمية المحلية أساسا وشكلت أيضا إرتن يجب الحفاظ عليه من خلال خلق مرصد الهجرة مساهمة حول جوانب من هذه المعطيات أو هذا الإمكان الطبيعي الذي تحتضنه جهة ودنون وكيف يمكن استثمارها لأن الأمر يتعلق بمواقع إيكولوجيا مغمورة ولكنها تحتضن وتختزين آفاق علمية وتنموية واعدة ندوة إذن تعد إسامة في تعزيز النقاش لبحث سبول الاستثمار الناجع لرصيد تاريخي وثقافي واجتماعي وعد أساسا لإستراتيجية الإلمائية بالمنطقة منافسات الفروسية التقليدية عرض رئيسة يومية ضمن الفعاليات الترافية لمرجان أسبوع الجمال بقليميم عرض تستقطب يومين الألاف من الساكنة والزوارة لهذا الحدث الثقافي السنوي وفي المتابعة حوض مهدارة عبد الرحيم حجي ومحمود الشراكي حشود غفيرة من ساكنة قليميم على موعد يومي مع عروض ومسابقات الفروسية التقليدية التي تحتل مساحة تعشق الشاسعة في كيان أبناء المنطقة الحريصون كل الحرص على مواكبة هذه العروض التراثية والتفاعل مع طلقات البرود التي تحدثها في رق الخيال المشاركة توريدة كاملة زينا عندنا تبارك الله ولز البل نجو هنا تيان تكنى دارك عندنا قران بين لز البل ومبين مرحان هذوهم الحمد لله مزال بلدهم بين ديارنا ولز البل الخيل ما تمرق ديارنا حامدين مولانا وهذا توراث وارثين وابن عند شد ولا نقدون استاخروا عنه أبدا نجيت هنا نشوف توريدة وجناد وإذا كان زين تبارك الله كامل زين والله ما فيه كل شي زين ما شاء الله يوم ولانا تنظيم زين وكل شي زين حد لله تباريدة زينة نجينا اليوم نتفرجوا في تباريدة ونشوفوا الخيل ونشوفوا البل وهذا كان زين اللهم بارك والله يكمل بالخير موسم أسبوع الجمل تمنى وهذا الخير كان يتكرر ويتعاود نوبات ونوبات ونحن كيشرفنا هذا لأننا اللز والخيل والتباريدة هذا هو المعروف للجهة ودنا 11 سيربا تتبرى يوميا في ساحة العروضة الكبرى لتقديم أجمل اللوحات في فن التباريدة ملافسات تحتد بين هذه الفراق الممثلة لكل أرجاء الجهة حيث يكون لتناسق الفرصان وتجانس المجموعة والطلق الموحدة الفيصل الذي يحدد جودة العرضات فروصية موردة هذا الشيء خلوه الأباء والأجداد الحمد لله من العادات والتقاليد الراسقة فهذه المنطقة فعاليات جيل فروصية التي تمتد لمدة ستة عيام بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة في عدة فضاءات مختلفة صناعة تقليدية الفلاحة معرض الترات وأيضا صهارات بمجموعات محلية وأيضا وطنية ومجموعة من الأنشطة الموازية لكن نتمنى أنها تنال رضا ساكنة قليميم خاصة وجهة قليمي ودن عامة منافسات تراثية متجدرة تستاثر بالاهتمام والتتبع والمواكبة اليومية للألاف من ساكنة وصوار مهرجان مدينة قليميم التي تنتعش على وقع واحدة من أهم تعبيرات الثقافية الرسخة في وجدان أبناء المنطقة وقبل انطلاق الصهارة الفنية الكبرى لمهرجان أسبوع لجمال بيقليميم تستمتع الساكنة يوميا بعرض فنية فلكلورية وشعبية تنهل من غناء وتنوع الروافذية الثقافية لودن روبرتاج حفظ مهدار وعبد الرحيم حاجي يقربنا من أجواء هذه الأماسي الفنية صهرات بألوان أمازيغية صرف تقص شريط العروض الفنية المتضمنة ببرنامج دورة السنة الحالية من مهرجان أسبوع الجمال عروض فلكلورية مستوحات من الموروط الشعب الأمازيغي تفاعل معها جمهور الصهراء شرف كبير باش نجيو اليوم نحضروف مهرجان دياله مهرجان أسبوع الجمال بمدينة قليميم الدورة العاشرة ديجا جينا وشاركنا في هذا المهرجان وكان شكر جميع المنظمين الصاهرين على هذا المستوى اللي وصل لهذا المهرجان نشكر الجميع على حسن التنظيم وتنشكر صراحة لجنة المنظمة والجمهور الكريم الجمهور ديال الودنوني على التفاعل دياله على المشاركة دياله بكتافة جينا هنا الفرقة الأمازيغية عجبتنا بزاف وستمتعنا واضحكنا شوية وكانت منى وقدرنا هذا الشيء دايما صار دياليوم كانت زوينة شحال دي مجاز وتبارك الله فرحنا بزاف حسن جينا هذا الشيء وكل شيء فرحان ومشاء الله اليوم هذه العروض التي تساهم في التنشيط الثقافي والفني تنفذ الغبار عن تعبيرات فنية تبرز غنى وتنوع الروافد الثقافية بمجال ودنون وغير بعيد عن مدينة غريميم ودائما في عجواء الموسيقى والصهرات الفنية وضمن فعالية مهرجاني سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة تتوصل بهذه المدينة الساحلية العروض الفنية حيث كان للجماهير موعد مع صهرات موسيقية متنوعة عودة مع حافظ مهدارة بكاميرا جمال أخصاصية جمهور مدينة سيدي إفني يجدد موعده مع الصمر الفني الليلي من خلال هذه الصهرة التي قدمت مزيد من الأطباق الفنية لمبدعين يمثلون ألوان غنائية مختلفة أمتعة الحضورة موسيقى جمهور سيدي إفني جمهور رائع وجمهور مضيف سنشكروا الناس على المنطقة يعني ناس طيبين وناس يعني تحبوا الفن المغربي والحمد لله أنا فرحت بزاف أنهم رضدوا معي كل أغاني ديالي وفرحوا معي ودوزوا معي هذا الوقت سوين بزاف وأنا فرحان بزاف وزانت منها رجع ورجع وعندي واحد الحب خاص لهذه المدينة هذه الأماسي الفنية التي تتزامن مع موسم الاستياف بهذه الوجهة الساحلية إضافات وعزز جهود الجذب السياحي بالمنطقة التي تستقبل خلال هذه الفترة آلاف الزوار أشرف لي أنني نجي من الأطلس المتوسط أن نشارك في هذا المهرجان وهو مهرجان كبير الذي أعطاه واحد الإشعاع للمنطقة والحمد لله لقنا واحد الصدى مع الجمهور وكانت منه إن شاء الله أننا نكون عند حسن الضن ديال هذا الجمهور هذا المهرجان كان رائع جداً في قيمة الراوعة وتمتعنا مزاف وكانوا مزاف الفنانين اللي زادوا متعونا وشكراً للناس اللي صهروا على هذا المهرجان فرحاني بالفنانين اللي جابوا لينا صراحة كل شيء في المستوى وكان شكر عمالتي ذي إفني على هذا الإنجاز اللي داروا والهذا الحفل اللي داروا لينا جابونا فنانا واعرين وزوينين بزاف كان كل شيء في المستوى صراحة كل شيء ناشت كل شيء فرحان وصراحة احنا فرحانين بهذا المهرجان وهذا شيء كله داروا سعالياتنا تنشيطية تتواصل على امتداد أيام المهرجان الثقافي والفني والرياضي بسيدي إفني الذي أضفى إشاعاً إضافياً على المنطقة نبقى بسيدي إفني وفي الشعر الإجتماعي وتزامناً مع أنشطة وفعاليات الدورة الثانية من مهرجان الثقافة والفن والرياضة حارصت مندوبية التعاون الوطني على تصطير برنامج إشاعي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة حيث انخرطت عديد الجمعيات المتمع في هذا البرنامج الإشاعي الذي تضمن أنشطة وفقرات متنوعة استهدفت هذه الشريحة الاجتماعية مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بسيدي إفني كانت مجموعة من الأنشطة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة هذه الأنشطة يحصر في مجموعة من المجالات متعددة من بينها الرسم والأعمال اليدوية والرياضة الذي يستفد من هذه الأنشطة مجموعة من سبعات يلجمعيات على صعيد إقليم سيدي إفني وهذه الجمعيات كتضم مجموعة من المستفيدين لديهم إعاقات متعددة العدد تقريباً يشارك في البرشة تقريباً 20 طفل ما فيهم الرسم والطلويم والأعمال اليدوية وقرات الصلة خاصة بالكراسي للأشخاص في وضعية إعاقة رياضياً وضمن فعالية أسبوع الجمل حيث يتضمن برنامجه زخماً من الأنشطة والفقرات والمنافسات المتعددة بما فيها الرياضة حيث ازدل في هذا السياق الستار على منافسات دوري وطني في كرة القدم النسوية في طار التنشيط الرياضي الموازي لفعالية هذا الحدث الثقة في حافظ مهدار وعد رحيم حجي القاعة المغطاة للرياضات تحتضن المشهد الختمي من منافسات دوري الوطني لكرة القدم النسوية المنظمة تزامناً مع فعالية أسبوع الجمل بكليميم منافسات رياضية تأمل دعم جهود تطوير الممارسة الكراوية النسوية بالمنطقة وخلق منافسات تساهم في تطوير قدرات الممارسات من خلال الاحتكاك واكتساب المزيد من التجربة المباراة الختمية قدمت مستوى مشجع ومشرف لهذه الرياضة أداء تقني تفعل معه الجمهور الحاضر حيث آلت النتيجة لفريق طراز الذي توج باللقب على حساب لعبات نجاح سوسة نحن الحمد لله فرحين بمجيء دينا لهذه المدينة وكان شكروا الناس بزاف مع تشرفوا بالضيفة دينا وقاموا باللازم كان شكروا الفريق ديالي وكان شكروا الفرق الخور المشاركة لدينا أطوار مزيانة الحمد لله وحقنا الفوز بدنا اللقاب جينا شاركنا في الدورة بمناسبة أسبوع جامل كان فرصة باش نتعرفوا على بزافة على فرق ما لعبناش معهم وصرح طلع كان طرحي بزوين بزافة وكان شكروا الناس اللي وقفوا على الشي ومكان عندنا الحظ باش نزيوا اللعبوا معكم وشكرا بزافة كان دوري في منظم واحد المستوى اللي زوين بزافة والحمد لله وخامك تبشيني بأننا نطلعوا الفينال الحمد لله كنا في النصف وتأهلنا للمرتبة الثالثة وبعض الأخطاء هم اللي خلونا أننا منولي وش في النهائي ميسكو ختام هذه التدورة الرياضية توزيع الجوائز على الفرق المميزة بالدوري مع تكريم عديد الفعاليات الرياضية تفاصيل وجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم أغدين طي تقرير الزميل عياد الساتي نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادر يوم أغدين الثلاثة من يومية لحظات المغربية وكتب تشهدت حكومة كواتيمالا بالقرار التاريخي الذي أعلنته دولة إسرائيل لصالح سيادة المغرب على صحرائه وجددت دعمها لجهود المبدولة من أجل حل عادل ودائم وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الحكومة الكواتيمالية ترحب بالقرار التاريخي الذي أعلنته حكومة دولة إسرائيل بشأن الاعتراف الكامل بسيادة المملكة المغربية على صحرائه والذي عبر عنه الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو لصاحب الجلال الملك محمد السادس وأضاف المصدر ذاتها أن حكومة جمهورية كواتيمالا تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل توافضي وعادل ودائم من شأنه أن يحمل في طياته آثار إيجابية لضمان السلم والاستقرار والإزدهار في المنطقة في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية صحيفة هيس بريسال إلكترونيا كتبت في آخر مستجداتها الإخبار يرحب شيوخ القبائل الصحراوية بقرار الاعتراف الإسرائيلي الأخير الذي يعزز قوة ومتانة الموقف المغربي من قضيته الوطنية الأولى ويدعم الإجماع الدولي المؤيد للجهود الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل وفي هذا السدد تمنى شيوخ القبائل الصحراوية اعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء وإعلانها إمكانية فتح قنصرية لها بمدينة الداخلة واصفنا هذا القرار بالتاريخي والعادل إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة واعتبر شيوخ القبائل الصحراوية بجهة العيون الساقية الحمرى القرار الإسرائيلي الأخير انتصارا للديبلوماسية والشرعية المغربية التي يديرها بحنكة وتبصر جاللة الملك محمد السادس مشيرين إلى أن هذا الاعتراف سيزيد من الشرعية الدولية والحقوق التاريخية الراسخة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وسيشكل إضافة نوعية في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية صحيفة بيانة اليوم كتبت في عددها اليوم غدنا الثلاثة سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أمس الأحد بروما الضوء على مقومات الرؤية الملكية بشأن قضية الهجرة وقال الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة ترأسة الوزير الأولى الإيطالية جورجينا ميلوني إن المغرب وقع حضوره في كل النقاشات حول الهجرة وأشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو رائد الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة مبرزا أن رؤية جلالة الملك تجاه هذه القضية مضمنة في الأجندة الإفريقية للهجرة ويجسدها إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة وأوضح بوريطا أن المغرب بوصفه الوديع المعنوي للمثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يضع الإنسان في قلب معادلة الهجرة موضحا أن رؤية المملكة تعتبر أن المقاربة الإنسانية لا تتعارض مع الحكامة العقلانية صحيفة برلمان كومالإلكترونية كتبت في أخر مسجداتها الإخبارية فازت شركة AirBS Group البريطانية بعقد لإنجاز الدراسات البيئية المتعلقة بين مشروع أمبو بالغاز المغربي النيجيري ونجحت الشركة الموجود مقرها في المملكة المتحدة في الحصول على عقد دعم لمشروع خط أنبي بالغاز بين نيجيريا والمغرب وذلك بناء على طلب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة البترول العالمية النيجيرية وستقوم شركة AirBS البريطانية بإجراء أهم الدراسات المتعلقة بالبيئة الخاصة بالمشروع وأيضا بقياس الأحوال الجوية والمحيطية في البحر على طول مصاري خط الأنابيب المقترحي لمدة عام كامل انتقل لرحمة الله المرحوم أحمد ديد والعلي والبهالة عن سنين تنازل 95 سنة الفقيد تميلي قبلت أولاد ديم أولاد تقدي الفقيد كان قيد حياتي أحد الشيوخ تحديد الهوية وأحد عيان جاءت داخل ودي الذهب وانتقل لرحمة الله المرحوم محمد والأحمد والحمادي ودسيب الخير عن سنين تنازل 67 سنة الفقيد تميلي قبلة تزرقيين اشتوك أهل سويح وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة خديجة من تباهي والبلاء عن سنين تنازل 54 سنة الفقيد تميلي قبلة الشرفاء القيبات أولاد موسى أهل بلاء تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوانة وإنا لله وإنا إليه راجعون والآن نصل إلى الورقة الخاصة بحول التقص المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله حيث منه منتظر أن يصد التقص حارا نسبيا بشرق أقاربنا الجنوبية في حين ستكون السمع صافية إلى قدلة الصحب عموما بكافة جهة المنطقة مقيس درجات الحارة نسيلها من العاصمة الرباط ومن المتوقع أن تسجل 28 مئوية 43 بآسا 41 بزاك 37 بصمارا 31 بكريميم 33 بالعيون 31 بكريم 41 بأوسرد و28 بالداخل بنسبة لحارة البحر سيكون هائج وعلو الموج سيصل إلى المترين بحول الله تعالى شرق الشمس بحول الله تعالى بمدينة العيون سيكون على الساعة السابعة والثلاث عشرة دقيقة أما غروبها فعلى الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة مقيس درجات الحرارة ببعض المدن والعاصم المجاورة لبلادنا أربعون واربعون بتندوف سبعون واربعون بالرابوني ثنان وثلاثون بنوشوط وكذا بالعاصمة المالية بمكور إلى التذكير بالعنوين بإقليم أزلال انطلاق وأشغال الندوة العلمية الدولية المنظمة من طرف مؤسسة محمد بصي للدراسات والإبحاث والإعلام تحت الشعار التشريع الرباني وقضايا المرأة في ضوء التحديات المؤسرة ومن الداخل رصدنا لحملة طبية متعددة التخصصات بإشراف من طاقم طبي أمريكي ومن العيون تابعنا انطلاق فعاليات برنامج متطوع مبادرة تهدف إلى توفير فرص التطوع لجميع الشباب المغربية وفي النشرة رصدنا ضمن فعاليات أصبوع الجمل بيقليمم الساكنة تستمتع يوميا بعرض فنية فوقلورية وشعبية تنهل من غناء وتنوى الروافد الثقافية لودنون ختما لكم تحيط طاقمين الصحفي والتقنيين المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناة العيون أطيب المناء والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة